عز الدين اوناحي يحدد وجهته برشلونة يراهن على الزلزلي لحل أزمته أصبح رحيل النجم المغربي عز الدين اوناحي عن أولمبيك مارسيليا الفرنسي ممكنا في ظل التضحية التي ينوي النادي القيام بها من أجل إنعاش خزينته والتخفيف من حدة أزمته المالية وذكرت تقارير صحفية أجنبية أن اوناحي يرحب بالرحيل عن أولمبيك مارسيليا أملا في الحصول على دقائق لعب أكثر من التي يظفر بها مع جينا روغاتوزو وتابعت أن المغربية حدد وجهته ويحبذ الانتقال إلى الدوري الإسباني عبر الانضمام لأحد أندية الليجة بعدما كان هناك اهتماما سابقا من أندية إسبانية عندما كان لعبا لأنجيه ويعد أوناحي من أبرز اللاعبين المغاربة ومن الأسماء المرشحة لمواصلة التألق والسطوع لإمكانياته وموهبته التي تتيح له البروزة وخطف الأضواء برشلونة يراهن على الزلزلي لحل أزمته دخل نادي برشلونة في وضع صعب اقتصاديا مع بدء الماركاتو الشتوي ما يهدد تنفيذ طلبات تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في يناير وسبق أن كشفت تقارير أن تشافي يريد التعاقد مع لاعب وسط جديد في ظل إصابة غافي وعدم اقتناعه بمستوى أوريول روميو ووفقا لصحيفة سبورت الإسبانية تلقى برشلونة ضربة جديدة في الماركاتو بعد أن تخلى ميلان عن شراء صفقة إخوان ميراندا من ريال بيتس خلال شهر يناير وقرر تأجيلها إلى الصيف المقبل وكان برشلونة سيحصل على 5% من قيمة بيع لاعبه السابق الذي ينتهي عقده مع ريال بيتس في صيف 2024 وجاءت هذه الصدمة بالتزامن مع رفض صندوق للبيرو الألماني دفع 40 مليون يورو لبرشلونة نظير شراء 10% من حقوق الأستوديوهات وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هناك أمل يراود إدارة برشلونة للحصول على دخل يسمح له بضم لاعبين جدود في الماركاتو بأن ينتقل واحد من ثنائي البارسة السابق جان كلير توديبو لاعب نيس وعبدالصمد الزلزولي لاعب ريال بيتس إلى ناد جديد في يناير الجاري وأوضحت أن برشلونة سيحصل على 20% في حالة بيع توديبو فيما سيتلقى 5% من قيمة انتقال الزلزولي إلى ناد جديد وقتها لنشأ للحصول على دخل